والآن ننتقل إلى درس المساحة في هذا الدرس نقيس المساحات فمثلاً ما القلم الذي عطى مساحة أكبر؟ طبعاً القلم الأخضر لأنه يغطي أكبر مساحة في السؤال الأول استنتج مساحة كل غرفة في مخطط الطابق هذا لدينا غرفة النوم 6 متر مربع أما غرفة الطعام 15 متر مربع أما الردهة 5 متر مربع وغرفة المعيشة 8 متر مربع والمطر 9 متر مربع وغرفة المرفق 2 متر مربع في السؤال الثاني قس أطوال أضلاع تلك المستطيلات وعرضها مع التقريب إلى أقرب سنتيمتر واستنتج المساحة فعندنا في السؤال الأول عندنا 12 سنتيمتر أما في باء 5 سنتيمتر وفي جيم 22.5 سنتيمتر في السؤال الثالث استخدم أمجة بلاطات زرقاء وحمراء لتكوين نمط فسيف سائي وكان عرض كل البلاطات 3-2 سنتيمتر وطولها 3 سنتيمتر صورة المقابلة في هذه الصورة لنمط أمجد عندنا في السؤال ألف ما مساحة البلاطات الواحدة طبعا 6 سنتيمتر أما في السؤال باء ما عرض النمط ككل وما طوله العرض 5 سنتيمتر وطوله 24 سنتيمتر في السؤال جيم ما مساحة النمط الأزرق 26 سنتيمتر وفي السؤال دال ما مساحة النمط الأحمر 84 سنتيمتر وفي آخر سؤال ما مساحة النمط كله 121 سنتيمتر هنا جمعنا كل الأنماط في هذا السؤال طلبت مدرسة أمجة إلى الأطفال تصميم مشتل زهور جديدة بمناسبة الاحتفال الذكرى الميوية لها وكان المشتل على شكل مربع مساحته 49 متر مربع والتصميم المقابل هو التصميم الذي صنعه أمجد يبلغ عرض المستطيلات الحمراء والصفراء فيه مترا واحدا في السؤال ألف ما قياسات طوله عرض المشتل بأكمله عنا 7 متر و7 متر ماذا ينبغي أن يكون القياس في متر؟ طبعا هنا يكون 2 متر كم تبلغ المساحة التي تغطيها؟ في السؤال جيم الزهور الحمراء 2 متر مربع ودال الزهور الصفراء 9 متر مربع والزهور الزرقاء 13 متر مربع والزهور الأرجوانية 25 متر مربع في السؤال زاء تحقق من إجابة كمية الأسئلة جيم إلى واو من خلال التأكد أن مجموعها يساوي جمالي مساحة المشتل عنا 2 زاية 9 زاية 13 زاية 25 يساوي 49 متر مربع وانتهت الأسئلة هنا وشكرا لكم على حسن الاستماع وأتمنى الاشتراك في القناة وعمل لايك لهذا الفيديو وأيضا نشر هذا الفيديو وشكرا لكم على حسن الاستماع وإلى اللقاء في درس جديد